حضراتك وضيوفي الكرام الدكتورة الرحاب نتكلم على الأسرة وإزاي تحمي ولادها وإزاي أصلا تكتشف العكاية دي ودورها تتعامل إزاي مع الولاد احتواء طبطبة نعمل إيه؟ الأسرة تعمل إيه؟ الأسرة منذ أنها تتخذ قرار الإنجاب هنا ما ينفعش أنجب ست أطفال وقول الحقوني مش قادرة ربيهم لها تعرف تربيهم نفسيا ولا قلميا ولا تأكلهم ولا أي حاجة شيء الأخر اللي عايز أقوله حاليا الفترة الماضية كان فيه كلام عن مجانية العيش أو دعم الخبز اليومي والكلام ده أولى أولى بالدعم وفلوس الدعم مش الخبز مش كل يوم الناس بتاكلك لكن كل يوم الناس بترتكب جرائم كل يوم الأولاد بتنتحر وكل يوم الأولاد بجزر إيه علاقة الدعم بالمتحار محتاج أنا دعم فلوس في المدارس يبقى عندي بدل أخصائي نفسي تلاتة واربعة محتاج في كل جامعة حكومية وخصة وحدات إرشاد نفسي مش وحدة وحدة وحدات ماشي؟ يبقى فيها كذا دكتور وكذا أخصائي نفسي واجتماعي محتاج فلوس بقى ما حداك الجامعة الخاصة بتقولك أنه والله فلوسي على قد الجامعة الحكومية بتقولك أنه فلوسي على قد نعم إيش بدل من الناس ما تقولك أنه بأكل ولدي أربعين رغيف في اليوم لا أكلوهم خمستاشر بس حبوهم والله العظيم والله هتلاقوا فرق أنا لا أداهن حد ولا بقوا جامعة بس أنا بتكلم من أرض الواقع أنا بقالي ست سنين بدرس في جامعة بشوف مقاسي كلها بسبب ابتعاد الأم والأب عن الأولاد كلها بسبب المشاكل الأسرية وحضرتك بس الانتحار دي مشكلة عشان احنا بنقاشها النهاردة في مشاكل الإدمان في مشاكل الانحرافات السلوكية الأخرى في مشاكل الاكتئاب الدائم اللي هو لا يؤدي إلى انتحار بس اكتئاب دائم كل دي مشاكل بسبب الأم والأب طيب أنا محتاج دعم محتاج حضرتك حملات مش حملات توعية اللي هي بس أغنية وخلاص لأ أنا محتاج أفهم الأسرة زي ما قد حتاك أنزل لمستوى المواطن البسيط المتوسط التعليم أو أقل من التعليق أو أقل من المتوسط يعلم ولاده ويتعامل مع ولاده هو مش عارف حضرتك لما بتيجي تتكلم مع أب ضرب ابنه حتى الموت يعني ربنا يعني في الناس جميعا بيقولك أنا كنت بقدبه والله ده أنا كنت بربيه هو وجهة نظره بيقدبه وبيربيه فأنا محتاج أن أنا أدعمه يعني لو حد ضرب ولاده ويأثر الضرب أصلا قصة شديدة نعم آه في عقوبة في وسائل لأن أنا أعاقب ولادي بس مش الضرب القاسي اللي احنا بنشوفه ولا الضرب أصلا في وسائل أخرى يعني نرجع بقى تاني أنا محتاج نقطة دعم دي مهمة جدا دعم من الدولة بمجانية العلاج النفسي بمجانية الأخصاء النفسي حضرتك دلوقتي لو فيه طفل عنده خمس سنوات لاحظنا عليه علامات التوحم الأم عشان تروح تعمل اختبار يؤكد لها مستوى زكاء هذا الطفل ومستوى التوحد تعمل اختبارات نفسية بحوالي 800 جنيه 600 جنيه على حسب طب أنا محتاج المجانية عشان أكتشف الإصابة مبكرا فأقدر بسرعة أعمل جلسات تها دي السلوك أقدر الطفل ده المصري بدل ما هو بعد 20 سنة أصرف له معاش تضامن ويبقى عالى على الوطن لا ده أنا هعالجه هو صغير هيبقى مواطن طبيعي جدا ويجتهد ويقدر يديني في إطار الجزئية اللي هي عنده سواء عقليا أو نسبة زكاء طيب الأم والأب محتاجين محو أمية نفسية مجانية أهم من العيش أهم من الخبز صدقني والله علاج إرشاد تواعية مع الولاد تواعية من المتخصصين يتعاملوا معهم إزاي؟ فبالتالي يتعاملوا أنا دلوقتي أثرت كتير جدا من المشاكل السلوكية انتحار وغير انتحار إن أنا بعلم الأم والأب مقبلين على الزواج بقى المتزوجين اللي عندهم أولاد كل دول يتعاملوا إزاي هناخد قواعد أساسية الحب بيصنع المعاجزات هنا الأب أو الأم اللي عندهم مشاكل دايما يحملوها الأولادهم بشكل عنيف خلاص الأب اشتغل وتعب وراجع من الحر وإحنا مقدرين خلاص مش لازم تسمع ولادك إن أنا تعبت في حياتي عشانكم تمانع كسها كده ونقلهم يعني هو اليوم كان متعب بس قلت في حاجة في اليوم إن أنا شفتوكو الولاد مش مسؤولة إن الأب أنجب ستة وتمانية أنا مليش دعوة هو أنجب خلونتوا بالكو بس خلاص ما هو أنجبهم بس يعالج هو هنا ما يحملش للأولاد ما يحملش للبنات ما يحملش إن أنا مضغوط بسببكو هنا خلاص خط قراءة وأنا بتكلم عن الأنجابهم وفيه جزء لسه هينجب لازم أعمله محو أمية نفسية لتربية أولاده واستقبال أولاده منذ الحمل لا كتر العيال ممكن يؤدي في بعض الحالات لا طبعا الزروف الاقتصادية الإهمال النفسي الولد لما بيحس إن هو خاصة في مرحلة المراحق دي مرحلة خطيرة جدا نعم إن هو عبق على أسرته أحيانا بيفكر في الانتحار لأن طفل المراحق عنده إيه أستاذ أحمد ياخد بيه قرار وما عندهش أي خبرات في الحياة ما عندهش أي أفكار ما عندهش أي قراءات ما عندهش أي ثقافات فبالتالي تفكيره بدائي جدا وبالتالي وأصلا مراكز التفكير في المخ لا تكتمل إلا عنده 18 سنة وعشان كده لو ربطناها شوية هنجد إن كان بيتم تجنيد الشباب للإرهاب تحت سن 16 و14 لأنه سهل تشكيل وعيهم الفكري لأنهما ما عندهمش حائط صد فكري آخر وبالتالي أنا عندي أنا محتاج إن أنا في فترة المراحق أخلي بري جدا من ولادي لأنه هيكون قراره بدائي فهياخد الانتحار يهرب يبقى متسرب من التعليم يعمل جريمة كل ده بسبب إن الأم والأب بتعاملوا بقسوة طيب حالك هتقولي يعني الولد لما يغلط بقى طب طب عليه ولا إما همش هيهددني كل شوية بالانتحار قلنا حضرتك لازم يكون فيه أواصر ثقة روابط ثقة واحترام وحب الأسرة مع بعضها يقول لما الولد يخطئ يعني يخف على زعر الأب وعلى الأب والأم أن يتقبلوا نقاط الضعف الإنسانية كلنا عندنا نقاط الضعف الإنسانية الأم والأب لو بنتهم أو ابنهم غيرتوا لأول بنت مثلا في مرحلة المراهقة كلمت ولد خاصة زي ما الدكتورة تفضلت قالت في المحافظات اللي هي محافظة من غير ما نقول يعني بشكل عام بيشوفوها جريمة كبيرة جدا لا إحنا هنا ما بقولش إنه هو فعل سليم ولكن أنا بقول يفضلوا يتكلموا معها إنك عملت خطيئة كبيرة جدا فبتنتحل لا هنا أنا بعلمها من قبل بداية هذا السلوب لما أنت عندك شخصية مش محتاجة حد يقولك بحبك مش محتاجة حد يقيدك لأن هي امتلقت بالحب والرعاية في أسرتها فمش محتاجة بقى شاب من برا يقولها بحبك هروح لدكتورة سالة عشر